موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسراء استدفنا لكم في هذه الحلقة فاطمة من تلبو برلمانية سابقة ومفتش التعليم مرحبا بيك وسهلا ضيف علماء برنامج ضيف الأسراء مرحبا بيك وسهلا موضوعنا اليوم أعزائي هو أهمية تربية الأبناء على السلوك المدني ما هي النتائج ومتى يتم غرس هذه القيم في الأطفال أسئلة من بيني أخرى سنحاول سنناقشها مع ضيفتنا اليوم مرحبا بيك مرة ثانية كبداية ضيفتي عرفين على السلوك المدني شن هو السلوك المدني صفة عامة بسم الله الرحمن الرحيم الله أصلي وأسلم على النبي الأمين شكرا لكم أستاذتي لهذا البرنامج الهدف وأشكروا من خلالكم التلفز الوطنية على هذه البرامج التثقيفية بالنسبة للموضوع وهو التربية المدنية أو التربية على الضوابط المدنية التربية المدنية هي عبارة عن العمل على تشكيل منظومة من القيم والأخلاقيات يراد لها أن تلازم الفرد طيلة حياته وأن تساعده على حسن التكيف في المحيط الذي يعيش فيه سواء كان هذا المحيط أسرة أو وطنا أو وطنا كبيرا وهذه الضوابط التي تعينه على حسن التكيف في أي وسط يعيش فيه خلال حياتي وهذه مجموعة القيم والأخلاقيات تساهم وراد لها أن تساهم في حسن التناغم الاجتماعي وتحسين دور الفرد داخل مجتمعي مجتمعي ضيفتي متى يتم غرس هذه الغيام في الأطفال؟ أنت يبدأوا يستوعبوها؟ أنت يبدأوا يعلموا الغيام؟ الطفل حباه الله بقدرات تجعله جاهزا لتقبل تلقي القيم وما يعرف بالتعلم الإنسان خلقه الله في أحسن تقويمه والخالق قدر له أن يكون مهيئا للتعلم وليأخذي هذه أخذي القيم لكن هذا التعلم قد يتبادر إلى الذهن أنه دائما يكون عن طريق دروس أو محاضرات أو ما لا ذلك بل أن الطفل ولو كان رضيعا فهو دائما يتعلم ودائما يتعلم يأخذ من من يحيطون به والطفل في مسيرته التعلمية يأخذ بالدروس والمسائل النظرية إذن إذا أردنا أن نغرس أن نغرس أخلاقا مدنية يجب أن نعطي المثال الحسن في ما نريد أن نغرسه سواء على مستوى الأسرة وعلى مستوى المدرسة وهذه الأخلاق المدنية فيها منحيين منحى شخصي ومنحى نعمى وطني المناحي الشخصية في الأخلاق المدنية دائما تأخذ من الأسرة النظافة العامة احترام الآخر الانضباط الصدق السلوكيات العامة في جميع الحركات السلوكيات العامة في ترتيب الملابس السلوكيات العامة في استخدام الغرف لكل ما هو مخصص لها الاهتمام بالأدوات الشخصية ترتيبها عدم تضيعها هذه كلها مسائل تبدأ يبدأ التدريب عليها في الأسرة منذ نعومة أوافر الطفل نعم منذ بداية حياته ومتى يبدأ في مرحلة الاستيعاب والطفل يكون دائما جاهز للتعلم لكن يجب أن يكون المربي حذر بما يريد أن يغرسه في هذا المتلقي نعم هو متلقي دائما لأنه أعطاه الله تبارك وتعالى قدرات ما يعرف بمنافذ المعرفة وهي الحواس التي واسقه الله بها هذه الحواس هي منافذ المعرفة ينفذ من خلالها إليه كل ما نريد وما لا نريد أن يصل إليه بطريقة التربية الغير موجهة الغير مضبوطة الغير السلوكيات السيئة هذه قد تصل إلى الطفل لكن لا بد أن نعد له تربية محصنة ما هي آلية التصدي لك ذلك النوع منها؟ أفضل شيء بالنسبة لغرس القيم التي من بينها القيم المدنية هو القدوة صنع القدوات صنع القدوات يعني أن يجد الطفل في محيطه الأسري مثالا حسنا لما نريد أن ندربه عليه مثلا إذا كانت الأم أو المحيطين بالطفل الغير مرتبين الترتيب ناقص لا نرجو من الطفل أن يكون مرتبا وإذا عملت المؤسسة التعليمية على تدريبه على الترتيب مثلا والنظام سوف تبدل جهدا مضاعفا لكي تصنع على دقيق تطور له هذا الخلق وهذه الملك كذلك إذا كان الطفل غير منضبط مثلا في المواعيد أو يناموا متأخرا ويستيقظوا متأخرا وإذا كانت عنده مواعيد تكون مذبذبة مثلا إذا كان في المنزل بعض الانضباط فإن الطفل سوف يتعود أيضا هو على عدم الانضباط ممكن أن يأتي إلى المدرسة متأخرا ممكن أن يأتي إلى المدرسة بدون دوات هذا الشيء عادي عنده بالعجاب نعم تكون مسائل الانضباط عنده عادية وشين هي أبجديات المدنية التي تبدأ تعلم الأرض؟ من أبجديات المهمة للضوابط السلوك المدني التي يجب أن يتعود عليه الطفل مثلا احترام الوقت أن يكون له موعد محدد يناموا فيه موعد يستيقظوا فيه موعد ينظفوا ويرتبوا فيه نفسه للصلاة للأداء الصلوات الصلوات مثلا على فكرة من أهم مهمة جدا في ترتيب ترتيب الطفل من ناحية ترتيب وترتيب له أشغاله من ناحية الزمان تعطيه فكرة في أن الزمان مهم وأن الترتيب يكون في إطار الزمان حتى من المزال الصغير جدا يدرك أهمية الوقت أن الوقت لابد له من مسائل من تنظيم لكي نستفيد من الوقت كذلك مثلا مسئلة تنظيم والاقتباط بالوقت هذه واحدة المسئلة النظافة النظافة مثلا الشخصية النظافته هو الشخصية ونظافة ما يمكنه أن يتناوله والاهتمام بالنظافة كحس عام المحيط مثلا والدار والمنزل نعوده مثلا على أن مثلا عندنا ما يقول صاحب النظافة ما يقول له مولا مباليت مولا مباليت احنا هم لهم مولا لمباليت هو مولا النظافة هو صاحب النظافة ما يقول له صاحب النظافة هنا نغرس فيه اهتمام بالنظافة والحس النظافة ومسؤول النظافة مثلا في الحي أن judge المسؤولين الوقت وو leap في النظافة عند الوقت يأخذ القمامة نغرس فيه الاجتراكة اهتراك صاحب النظافة ولا يسميه قد قد يسميه au ped п estudio هو ليس صاحب القمامة نحن من اخرجنا القمامة هو الذي ينظف القمامة عن هذا النوع من المبادئ يجب أن تغرس في الطفل منذ بداية حياتي النظافة والاهتمام بالوقت للانضباط وعدم التبذير مثلاً الاحترام المبتلكات ومبتلكاته الشخصية ومبتلكات الآخرين يتعود على ونعوده إذا أرسله إلى الحانوش البوتيك مثلاً يرده بشكل ضبط ونحاسبه على ضبطه هذا يعطيه فكرة على أن هذا المال محترم وأنه يجب أن ينتبه إلى المشتريات ويجب أن ينتبه إلى الأذمان ويجب أن يؤعد ما ليس له وهذا مثلاً مسائل الانضباط الانضباط المتعلق بالماء استهلاك الماء الماء فتح الحنفية وإغلاقها وعدم هدر الماء وعدم استعمال الماء في غير محله هي من الضوابط المدنية المهمة ويحث عليها الشرع لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر نجار حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم من المسائل التي يجب أن ترافقه من البيت أولاً الكل يرجو شيء من المدرسة نعم مهم أن نرجو شيء من المدرسة وهي مؤسسة وانشئة لذلك لكن يجب أن نغرس مبادئ الأخلاق في الطفل في الطفل مثلاً شوف أنه أكثر لتعلم في البيت من اللي تعلم في المدرسة من ناحية الكم لا يمكن أن نعطي وزن معيارياً أو كماً لما تعلم في البيت وما تعلم في مدرسة لكن أنا أقول أن طبيعة الطفل التي هيئه الله للتعلم ندرك أنه يتلقى دائماً معلمة ودائماً عنده تلقي دائماً وسائل المعرفية مفتوحة يعني يجب أن نوفر له ما هو أحسن لكي هذه الوسائل المعرفية تتلقى ما هو أحسن وتستغل بصفة صغيرة مثلاً الضوابط داخل الأسرة ما استنتابع فيها قلت منها عامل الوقت اللي هو الانضباط وقلت منها احترام الاهتمام بالنوافة منها احترام المال بصفة عامة والصدق الصدق مبادئ الصدق اللي تغرص داخل البيت أيضاً قبل المدرسة يتعود على أن يكون صدوق ونصدق معه لكي يكون يجب أن نصدق معه أنه يسوي الحد مشي بيه والله يبكي على أمه والله على والد والله على حد من الأسرة ما يكذب عليه لو أنا عندي وكذا موعد وعندي كذا التزام والذي هنا أرجع في الوقت البنان يغير نعقب ويعطيه موعد وذلك الموعد ملي لأعطاه حقه يوفي به لكي يفهم أن الالتزامات لها معنى هذا هو الذي نغرص من خلاله الصدق لأنه قلت احترام عدم تبرير الماء هذا خلق مهم ومهم جداً ونحن دائماً عيننا نهملوه الطفل يمكن يفتح الحنفية ويخليها مفتاحة حتى الكبار عندنا يفعلون هذا وهذا سلوك منافي للمدنية جداً ومنافي للتربية الدينية التي أصابها هنا كذلك الضوء مصباح تعويض على غلق المصباح واستخدام الضوء في الوقت المناسب واحترام واهتمام بالأجهزة الكهربائية يعود من خلال الحس المدني لأفراد الأسرة يتعود الطفل أنه يجب أن ينزع الشاحن من الكهرباء ويجب أن يستعمل الكهرباء في وقت الحاجة لا في الأوقات التي تؤدي لعدم الهدر هذه المسائل تنطلق من الأسرة تعلم في الأسرة كذلك الهدوء وعدم الصراخ لأن في المدينة بيوت وعمارات ومنازل متجاورة ومتراصة يجب أن يعود الطفل على أن يحترم أن يستخدم الفضاء استخداماً جيداً أن لا يصرح ويقفز قفز يزعج الآخرين في المنزل أو في الجراء وأن يتعود أنه دائماً يحافظ على النظافة في بيته عندما نخرج بالأطفال إلى منتزه يجب أن نعودهم على أن يأخذوا كيس القمام ونحتفل بها معنا في السيارة أو حتى نرميها في المكان المخصص لها هذه المبادئ المدنية التي عندما تغرس في الطفل منذ صغره قبل الفضاء ما زال صغير درج عندما تعود عليها يصبح البرامج المدرسية المكيفة لتحسين السلوك المدني ولغرص السلوك المدني تصبح عندها أرضية أن هذا الطفل تكونت لها أرضية جيدة لكي يستوعب السلوك المدني فيما بعد والسلوك الوطني تعود على مفاهيم حب الوطن ومفاهيم احترام الآخر ومفاهيم الصدق معالياته معالها أيضاً من هذه الضوابط المدنية المهمة التي يجب أن نعود عليها الطفل سواء في البيت أو في المدرسة احترام الآخر هذا الآخر احترامه كما هو ليس كما أريد أنا ليس كما أريد الطفل مثلاً احترامه إذا كان معاقاً احترامه إذا كان لا يشبهني من جميع سواء من أي مثلاً يجب أن يعود الطفل على أن يحترم الآخر بالنسبة للمعاق لا يسخر من المعاق مثلاً لكن يقول في نفسه ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مبتلاً فيقول الحمد لله الذي عافاني من ما ابتلاه الله به يفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً يمكن أن يقول هذا في نفسه لكن لا يظهر للمعاق أنه يشمئ الزوم منه وأنه صاحب مشكلته احتراماً إذا كان ليس مثلي في الشكل أو ليس مثلي في اللون يجب أن نحترمه لأنه إنسان محترم تعود التعويد الطفل على احترام الآخر شيء مهم جداً في البيت وفي المدرسة المدرسة أيضاً تعطي وسط فيه مختلف الأطفال بإختلاف أشكالهم وإختلاف ألوانهم يجب أن يتعود على حسن الاندماج معهم من حسن الأول ضابط من ضابط حسن الاندماج الاحترام الاحترام هذا الآخر كما هو ليس أن نحاول أن نغيره لكي يصبح مثلي لكن احترامه هو كما هو هذه أيضاً من الضوابط التي تهيئ للمواطنة لحسن المواطنة وهي من ضوابط دين الحالين فعلياً كرم الله وجهه الله يقول الإنسان إما أن يكون أخهم في الدين أو شبيهم في الخلق أخهم في الدين له حقوقهم الكثيرة أو شبيهم في الخلق أيضاً له حقوقهم تحترمه وتعرف أنه يتألم ويتضايق مثلك هو يحس كما تحس من المبادئ المهمة جداً احترام الآخر وتعويد الطفل إلى تجنب العنف والعدوانية أنه عندما يحترم الآخر أيضاً يحمله ذلك على تجنب العنف يمكن أن يحترمه يتحاور معه إذا وقع منه خطأ يتكلم معه بندية لكن في ضوابط تحترم ذلك الآخر كي نتجنب أي نوع من مظاهر العنف والعدوانية نعوذ الطفل من البيت أن لا يحل مشاكله عن طريق العنف والعدوانية بل عن طريق الحوار والنقاش وتأتبهين الرأي ما هو دور المدرسة هنا؟ المدرسة هي البيت الثاني بالنسبة للطفل لأنه يتلقى فيها الطفل مجموعة دروس هذه الدروس مشغول عليها من طرف خبراء لأنها معدة بتدرج لكل فترة عمرية يخصص لها برنامج معين يرجى له أن يخدم هذه الفترة العمرية لذلك المدرسة أيضا تطالع بالدور المهم في غرص القيم المدنية عن طريق دروس التربية المدنية التي هي مقررة مثلا بالنسبة لنا المقرر الوطني في دروس التربية المدنية كما أدى هذه الدروس التي تتدرج تتدرج حسب العمر المدرسي يبدأ الطفل فيها في المفاهيم البسيطة كم المفاهيم التي تكلمت عنها حالا ثم يتدرج إلى المفاهيم الوطنية مثل الوظائف الانتخابية وثم احترام حب الوطن واحترام ممتلكات الوطن وما إلى ذلك ثم تتدرج حتى تصل العلاقات الإنسانية والمفاهيم التي أكثر تطور ما هي النتاج المرشوة من تربية الطفل على السلوك المدني؟ نعم الإنسان بطبيعته النتاج المرشوة ومستقبل الإنسان بطبيعته إنسان كائن اجتماعي اجتماعي معناها يبدله أن يعيش مع الناس يعيش مع الآخرين وخلقه الله لكي يعيش ويتفاعل مع الآخرين وخلقه الله لهذا التفاعل وهذا العيش المشترك من أجل هذا الخلق الذي هو خلقه الله لإعمار الأرض لقامة العدري فيها هذا إعمار الأرض لا يمكن أن يوجد إلا بالتفاعل والتعاون بين المكونات البشرية معناها أن الإنسان مهيئ لأن يعيش داخل مجتمع لا بد له أن يعيش داخل مجتمع لكي يعيش داخل مجتمع لا بد له من مستوى من التكيف هذا التكيف هو الذي تحسنه وتنظمه الضوابط المدني ضوابط السلوك المدني أنا لا بد للإنسان أن يتحلى بمجموعة منظومة ومجموعة من القيم والأخلاقيات تجعله صالح لكي يحسن من تكيفه داخل هذا المجتمع لكي يطور يطور هذا التكيف حتى يكون إنسان فاعل في المجتمع ورائد في هذا المجتمع مفيد لهذا المجتمع ليس فقط محافظ على تكيف من أجل أن يعيش ويخرج من هنا أو يدخل من هنا لكن أيضا من أجل أن ينتج ويتعامل بما هو أحسن مع الآخرين ضيفتي الكريمة برنامجنا حلقتنا إشرفت على نهايتها توصيات للوالدين نعم بالنسبة لإن كان من وربي بالصفة عامة سواء المدرسة سواء المدرسة سواء المدرسة إن كان من توصية على السريع يبدو أن المخرجة أصبحها يعطيك الإشارة إن كان من توصية على السريع فهي إعطاء الحسن إعطاء القدوة يجب على الوالدين على الأم والأب والمحيطين بالطفل داخل الأسرة أن لا يتصوروا أنه طفل صغير ولا يفهم لا 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 يوجد طفل صغير ولا يفهم في علم النفس كل طفل يفهم ويدرك ويأخذ 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 من المحيطين من الأب من الأم يجب أن نعطيه لكأل هو سيأخذ يجب أن نوفر له ما هو حسن أن نعطيه ما هو حسن نعطيه السلوك الحسن الذي نريده أن يتخلق به عندما يكون إنسان مسؤول إنسان مسؤولا لا نقول هو ما زال صغير دور يعقب يعرف لا 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 هذه نظرية خاطئة هو ما زال صغير يحتاج إلى الحنان يحتاج إلى المرافقة ضعيف فعلا يحتاج إلى أن يكون دائما مرافق من طرف الآخرين لكن لا نقول هو ما زال صغير ليفهمه ويفهم ويدرك ويأخذ يجب أن نعطيه الأحسن هنا يجب أن نركز على القدوة القدوة الحسنة قدوة الحسنة تبدأ بعمل الوالدين والمحيطين به داخل الأسرة لاختيار الأصدقاء لأن الصديق أيضا قدوة تعود عنده الحرية في اختيار الأصدقاء الاختيار الأصدقاء هو سيختار الأصدقاء طبعا بمنوع من الحرية لكن يجب أن يكون المربي الوالدين يقضين في قضية الأصدقاء وذاك حديث طويل نتخل فيه تفاصيل طويل ذانيا المعلم أو المدرس والمربي يجب أن يعطيه أيضا القدوة الحسن يكون نظيف الشكل صادق الحديث يكون هادي هو من السواء يحمل أخلاق حسنة مرتب في أعماله منضبط في مواعده صادق في حديثه منظم هذا الذي يريد من الطفل ما نريد من الطفل يجب أن نعطيه له ليس دروس نظرية نعطيه في سلوكنا الخاص إذا أعطيناه في سلوكنا الخاص فلا نحتاج إلى كثير من الدروس النظرية فإن الطفل سوف يأخذه ويأخذه بقناعة لأنه يصبح جزء من ثوابته لأن كلما كانت المعارف واتلقاها الطفل في تراتي عمره الأولى تكون أكثر ترسخا وأكثر مرافقة له طيلة حياتي يجب أن لا نهتم بالمسائل النظرية وهي مفيدة يجب أن لا نهتم بها كثيرا في مسائل زرع القيم زرع القيم يجب أن نهتم بالقدمة ويعطاء المثال الحسن سواء من طرف الآباء أو من طرف المعارفين أو المحيطين بالطفل شكرا جزيلا أشكر باسمكم مشاهدي الكرام مع ضيفة الأستاذة فاطمة تلبو برلمانية سابقة ومفاتيش تعليم كما أشكر لكم طيبة المتابعة وأشكر الفريق الذي أشرف على إعداد هذه الحلقة وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر